اكد سعادة سيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان التوجيهات الكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر والمتابعة الحثيثة المستمرة من قبل سمو ولي العهد الامين تشكلان حافزا للمضي قدما نحو تنفيذ المزيد من المبادرات والاليات التي تدعم استقرار ونمو سوق العمل واستقطابه للعمالة الوطنية ثمن سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله بتكثيف المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز التوظيف أمام الباحثين عن عمل مقدرا إشادة سموه بجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنظيم المعارض المتخصصة للتوظيف بما يتيح لأصحاب العمل الحصول على احتياجاتهم من الكفاءات والكوادر مؤكدا أن هذه التوجيهات وكذلك على ضوء التوجيهات الكريمة والمتابعة الحثيثة المستمرة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله تشكلان حافزا للمضي قدما نحو تنفيذ المزيد من المبادرات والآليات التي تدعم استقرار ونمو سوق العمل واستقطابه للعمالة الوطنية وأكد أحمدان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية انتهجت مسارا لتنويع مصادر التوظيف وتقويته عبر تطوير آليات لتسريع توظيف وإدماج الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص وذلك ضمن منهجية مبتكرة ومستمرة ومنها إقامة معارض توظيف جماعية تستهدف قطاعات محددة وجاذبة للمواطنين الداخلين الجدد في سوق العمل وأعلن أحمدان أن عدد معارض التوظيف الجماعي التي أقامتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت خمس معارض متخصصة ساهمت في توظيف 1841 مواطنا بحرينيا في مختلف القطاعات الإنتاجية وبأجور شهرية مناسبة ويشهد العام الجاري إقامة سبعة معارض توظيف متخصصة بزيادة معارضين عن العام الماضي حيث بدأت الوزارة بتنظيم سلسلة معارض بدأت بمعارض التوظيف في قطاع السيارات في يناير الماضي وقد تم من خلاله توظيف 128 مواطنا باحثا عن عمل حتى الآن وجاري استكمال إجراءات توظيف العدد المستهدف علما بأن خطة الوزارة في هذا العام تشمل تنظيم معارض في قطاعات البنوك والمصارف والمؤسسات المالية والقطاع الطبي والهندسي والتعليمي والإداري إضافة إلى معارض خاصة موجهة للمعاقين وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في تطوير تنظيم معارض التوظيف المتخصصة لتحقيق أهدافها بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة في سوق العمل واتساع الأنشطة الاقتصادية فيه والذي يولد المزيد من فرص التوظيف والمهن النوعية الأمر الذي يتطلب استثمارا أمثل للموارد البشرية الوطنية ترجمة نانسي قنقر